اشتركوا في القناة اللي يتميز فيها كل التمييز بخلاف ذلك عندنا قناة الاكتتاب والعملات الاستثمارية ركزتوا على تدارة الاحساب كل التمييز المهم طبعا اللي ينتسب لقناتنا حاطي لكم عملة ايردروب عملة مجانية راح تنطلق خلال الفترة القادمة ممكن تكون عملة جبارة يعني بيكون لها صدا كبير يستنتشر شوي شوي فمن المتوقع ان تكون من العملات اللي صراحة اغتنم ادخل بتحصل عملة ببلاش يعني شو احلم انك تحصل عملة ببلاش مش نصيح استثمارية يعني عملة ببلاش تستمر بتضغط ضغطه وبتحصل عملة ببلاش طبعا حاطين نحن عندنا الرابط الدخول للعملة عن طريق اللي هو قناتنا في التليجرام ادخل رابط ادخل قناة التليجرام وتحصل رابط العملة المهم طبعا لو نيشوف هذا شرط عملتنا في عملة البي بي كنا نحطين صفقة فيما سبق هني في صفقة في عملة البي بي ونشوف العملة تقريبا حققتنا ربح قرابط اللي هو عشرين بالمئة الحمد لله شي طيب بعد ذلك صار هبوط في السوق بشكل عام يعني مش عملة ولا عملتين لا السوق بشكل عام هبط جدا طبيعي الآن نحن في ترند هبط يعني حتى اذكر اذكر في الفيديو السابق حددت توقعت ان العملة قلت في حالنا ما ارتدت من هذا السعر راح تنزل لهذا الدعم هني وبترتد منه هذا اللي صار لو نيشوف ان العملة يعني حال نشل شوي شدي نشوف ان العملة مبدئيا نزلت اذا هذه الاسعار يعني كما وضحنا في الفيديو السابق حتى قلنا ان العملة تشكل نموذج الراية نموذج هبط فصار اللي قلناه ولمسة العملة الدعم اللي هو على سعر تقريبا صور فاصلة خمسة صور سبعة ثمانية اذكر يعني في احد الفيديوهات ذكرت هاي النقطة قلت العملة يعني فرصة هني للدخول والتعزيز هذا اللي دخل واللي عزز يعني استاهل يعني اللي دخل هني مثلا حط فرضية كان حقق حتى الصعود الاخير طلع خمسة وعشرين بالمية طلع بخمسة وعشرين بالمية ما شاء الله شي حلو يعني اللي دخل بنا على الفيديو الاخير لما قلنا ان العملة ممكن تنزل ودخل وباع المهم اللي يدخل عجزيات صغيرة لان اللي يدخل عجزيات كبيرة لا وضع اخر حلوين حلوين فانا راح نزل الصفقة راح يعني بالنسبة لي الدخول الان جيد عاليا نحن بعدنا نمشي بترند هابط طبعا كانوا شوفوا الفيديوهات السابقة اللي تكلمنا فيها عن العملة والاهداف اللي حققنا حققت لنا من هاي العملة يعني اذكر حطينا صفقة هني معادة لوني شوف الصفقة اللي حطيناها للشباب هني في اليوتيوب كان صفقة مجانية طبعا وحققت تقريبا ضعفين وعشرين بالمئة ما شاء الله شي طيب يعني تدخل من ورا توصية ضعفين وعشرين بالمئة يشي تبا كثير عن شي الحمد لله المهم انا بالنسبة لي الان الدخول جيد الارس اي معطلنا شكل مثالي على شمعة اليوم او ايضا يعني كل المواشرات تعتبر ايجابية بخلاف ان احنا في شهر سبعة شهر الانطلاق شهر صعود الاسواق غير ذلك نحن الان على ترند على ترند نحتاج ان العملة تغلغ فوق الترند لاين بالاضافة الى المقاومة بعد تختبار وانطلاق فبعد ذلك لو العملة عطتنا هذا الشكل بتتوجه لي سعر تقريبا بعد ذلك اللي هو يكون كهدف صفر فاصلة ربعة صفار واحد وهذا اللي انا اتكلم عنه نحتاج ان نغلغ اغلاقي يومي فوق هذا السعر لانه لو اغلقنا فوق هذا السعر رح نستكمل الصعود بعد ذلك نستهدف سعر اللي هو صفر فاصلة خمسة صفار تقريبا عفوا صفر فاصلة أربعة صفار هدعش خمسة بعد ذلك صفر فاصلة أربعة صفار خرط عشر خمسة بعد ذلك صفر فاصلة أربعة صفار ستعاش يعني انا هدفي في العملة هذه مثل محدد في السابق بيكون لغاية اللي هو الحين ولا على المدى البعيد فأنا همشى عندي العملة ما تنزل أكثر عن السعر اللي هو وين تقريبا بنقول اللي هو 0.5045 مع أنه يعني لازم نحط بلان للتعزيز لازم نحط بلان أنا بالنسبة لي العملة ممكن ما تنزل زيادة يعني همشى ما تخسر السعر اللي هو 0.5076 همشى ما تخسر هذا السعر خسرت هذا السعر ممكن نشوفه بوط شرس ليش لأن العملة احترمت هذا السعر في السابق أكثر عن مرة يعني مرة مرتين ثلاث دايما يعني حتى لما شكلت نموذج الكتفين والرأس احترمت هذا الدعم وصار نيكلاين خطعنه وارتدت فالآن مهم جدا أن العملة ما تخسر هذا السعر حلوين حلوين هدافنا في العملة جدا كبيرة الدفول جيد نعزز في كل قاع أنا بالنسبة لي العملة للآن في نموذج إيجابي ليش؟ ليش أنا أقول شذي لأن لو نشوف العملة تقريبا 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 على الهبوط اللي صار ما صار هبوط شرس يعني للحين ما فيه هبوط هبوط شرس لو فيه هبوط شرس لكن كنت بقول أنا ممكن ممكن يعني العملة تهبط هبوط شرس لكن أنا ما شوف أنه فيه هبوط شرس يعني شوفوا اللي ترمد لاين اللي غسمته الحين بالأصفر شوفون كيف اختصر الموضوع خلينا كل الزوايا تقريبا يعني هني هنا يعني هذي يعكس أو خلني يمسح كل شيء عشان يكون واضح برض أدري إن الشاشة عفسة وحفلة شوفوني هذا يثبت إنه نحن في حركة صعدة يعني هذه موجة نقدر نقول على فريم كبير موجة ثانية كيف يكون في موجة ثالثة يا ثلاث موجات ويستوي نزول يا حتى ممكن تكون رابعة وخمسة يعني واضح الشغلة إذا نروح على فريم أكبر بتوضح الرأي يعني مثلا نروح على شارت الأسبوع شوف كيف يبين أنا نمسح شوف كيف يبين على شارت الأسبوع موجة أولة موجة ثانية حركة صعدة حركة موجية صعدة فأنا هذا اللي ستشوفه حاليا العملة على الأرس آي جدا ممتازة أيضا على الأرس آي في شمعة الأسبوع يعني حين يعني نقدر نقول كنا وصلت السعر الخمسين كنا صفرت يعني خلاص حين بتبدأ تصعد جدا مثالي الوضع بس أنا مهم جدا عندي ما تخسر هذا السعر خسرت هذا السعر ممكن ننزل حتى لسعر اللي هو 0.5038 فأنا هذه رأيتي للعملة شرينك وخلصنا يعطيكم العافية مفجي خير